وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الْإِصْرُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ في كتابٍ مُبِينٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَغَ الثَّمَابَاتِ مَنْ أَرْضَهِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مَكَانَ عَشُّهُ عَلَى الْمَاهِ لِيَفْلُوَكُمْ أَيْسِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُ مَحَافَظِهِمْ مَا فَاسْتِهِمْ يَسْتَعْذِهُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَبَعْنَاهَا مِنْهُ لَيَغُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ظَرَّا مَسْتُ لَيَقُولَنَّ ذَعَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَضَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتْهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّ بَسَالِكُمْ بَعْدَ مَا يُوْحَا إِلَيْكَ وَظَارِقٌ بِهِ صَضْرُ فَإِنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَانْتُمْ أَوْ جَاءَ مَعَوْ مَلَكْ إِنَّمَا أَنتَ نَبِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُورٍ مِّسْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَبْعُوْ مَنِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَعَلَّا إِلَهَ إِلَّا أُوَفَادَ عَلْتُمْ مُسْلِمُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتان ووصيه لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفقسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يفقر به من الأحزاب فالناه موعد فلا تكوثي مريد منه إنه حق من ربك ولكننا فالناه لا يؤمنون ومن أرضهم ممن اخترى على الله كذبا أولئك يوردون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يطبون عن سبيل الله ويقولون آحفجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاع كلهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ظل عنهم ما كانوا يصرون لا جرم أنهم كذب آخرة هم الأكثرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وابطوا إلى عمدهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أليستويان مثلا أقلا تذكرون أرسلنا رمحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوه إلا الله إني أخاف عليكم على غير عظيم فقال الملعو الذين كفروا من قومه ما نراك إلا وسرم مثلنا وما نراك التباك إلا الذين هم أراثلون عباديا رائد وما نرى لكم علينا من فضلهم بل نكنكم كابدين قال يا قوم أرائكم إن كنت على بينكم من ربي وآباني رحمة من عنده فهم يكاليكم أن نزمكمها وأنتم لها كارهون ولا قوم لأأسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آبروا إنهم راقوا ربي ولا تلني أعاكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الطالي إن تردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكم ولا أقول للذين تزدري تزدري آينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أن تهيم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا روح قد جادتنا فأخذت جدالنا فأخذنا بما فائدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وآأ أنتم بالنجزين ولا ينفعكم نصرين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغبيكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون الثرار قل إن اصدريته فعلي إجرائي وأنا بريء مما تجرمون وهوحي إلى نوع أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تستئذ بما كان يفعلون واصنع الفلك بعيولنا ورحينا ولا تخاطرني في الذين غلقون إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سقروا من قال إن تصروا منا فإنا نصر منكم كما تصرون فتوبت عليهم من يأتيه عذاب يغضيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارس النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وآلم إلا من صدق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى ابن ابنه وكان في مادن يا ابن يركب معنا ولا تصمع الكافرين قال سابي إلى جبني عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا رب العيمات ويا سماءه بقعي وقيل الماء وقل ينطل السماء على الجوجي وقيل بعد للقوم القالبين ونادى ابن ربه فقال ربي إنني من أهلي وإن بعدك حقو أن تحكم الحاكمين قال يا ابن إنه ليس من أهلي إنه أعمل غير صالح فلا تسل ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسلك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتحني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهدد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمزعهم ثم يمسهم منا أذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمستقيم وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مختارون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي صبرني أقلا تعقلون ويا قوم استقروا ربكم ثم توبون إليه يرسل السماء عليكم إضرارا ويزدهم قوة إلى قوتكم لا تتولوا مجرمين قالوا يا قوم ما لتنا مبينة ومانعا بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك في مؤمنين إن نقول لله غيره بعض آلهتنا بصوم قال إني مشهد الله واشهدوا أني بريهم مما تشكون من دونه ففيذوني جميعا ثم لا تنظرون إني تبثلت على الله ربي وربكم ما من داء أفضل إلا هو آخر من آقيتها إن ربي على فراث مستقيم فإن تملوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقل فربي قوما غيركم لا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آفتوا معه برحة منا ونجيناه من عذاب غليظ وذلك عادوا جهدوا بآيات ربهم وعافوا رسله واتبعوا أمر كل جفار عنير وربحوا في هذه الدنيا لا ندوق يوم القيامة ألا إن هذا انكفروا ربهم ألا بعد شعاد قوم هود وإلى سهداء طالعا قال يا قوم اعبد الله ما لكم إله غيره هو أنشعكم من أرضي والسامر كن فيها فتذفروا ثم توفوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا طالع فقد كنت فينا مجيبا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما ترعونا إليه مليب قال يا قوم أرأيت منكم وأنا بينكم من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فما تزيدونني غير التقدير ولا هم هذين أتطاع لكم آية فذروها تأكل فيه رضي الله ولا تمسوها بصوه فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمسعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك راكم غير مغزوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحهم الذين آذروا معه برحمة من نار ومن خزي يومئذ إن رفك هو القبي العزيز وأخذ الذين ظلموا السيئة فأزمعوا في ديالهم جاثمين فهل لم يغنوا فيها ألا إن ثمود ففروا ربهم ألا فردا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبس أنجاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نفرهم أو جسم منهم صيفا قالوا لا تقفلنا أرتدنا إلى قوم نوط ومرأته قائمة فضحفا فبشرناها بإزحاق ومن مرأة إزحاق يعقوب قالت يا ويلة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرون وجاءت بالمشرى يجابلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أروا منير يا إبراهيم آبرا هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آبهم عذاب غير مردود ولما جاء برسلنا لطن في أبهم وغاقبهم فرعوا وقال هذا يوم عظيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي أأولئي بناتهم أرقروا لكم فاتقوا الله ولا ترسوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد قال إنما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن نريدكم قوة أو آبي إلى أرسل شدير قالوا يا رضي إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأذب يهلك بغضع من الليل ولا يستفر منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيب هذا أطوابه إن موعدهم السبح أليس السبح بقليل فلما جاء أبونا جعلنا آليها سافلها وأنظرنا عليها عجارة من ستير منبوض مصرمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعير وإلى مدينة أقاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بقير وإني أقاف عليكم عذاب يوم حظيم قالوا أجيسنا لتعبكنا عذاب يوم محيط ولا قوم أو كل شعال والميزان بالقصة ولا تنقص الناس أشياء أم لا تعطوا في الأرض محببين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما آآنا عليكم بأفير قالوا يا شعيب أفلا تبتأمر فأن نترب ما يأخذ آباؤنا أو أنك لفي أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم وشيد قال يا قوم أراكم إن كنت ولا بينكم من رفي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أقارضكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد بالتسلاة ما اصطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتوا إليه وليا أهم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أقاب قوم أو قوم أود أو قوم صالح وما قوم نظم منكم ببعير واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا طالع قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فرعنا أن نعبد ما يعبد آبارنا وإننا لفي شك مما دعونا إليه مذير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينكم من ربي ورزقني منه رسقا حسنا وما أريد أن أقارضكم إلى ما أنهاكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه تبكت وإليه ونير ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوع أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوض منكم ببعير وازتغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي رحيم ودود قالوا يا شغيب ما نقلوا كثيرا مما تقول وإنا لنرات فينا ضعيفا ولولا ربت فلرجمناك ولولا ربت فلرجمناك وما أنت علينا بعزير وليقوم أربي أعز عليكم من الله واتقصوا وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وليقوم اعملوا ولا وكانتكم إني عامل سوف تعجبون من يأتي عذاب يخطيه ومن هو كاذب وارتقئوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها ساكت ولما جاء أمرنا نجينا شعيرهم الذين آمنوا معه برحمة منا وأفضت الذين ظلموا سيحدوا فأرفعوا في ديارهم جاسمين فألم يرنوا فيها ألا إن ثمود ففرور الضمود ألا بعدا لمدين فما قائد الضمود ولقد أرف النام ساب آيات نا وصنخان المبين إلى فرعون وملئه فاكتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يظه قومه يوم القيامة فأوردهم النام وبئس البرد المورود وأبعوا في هذه لانة ويوم القيامة بئس من أنباء القرآن قصوا عليك من آقائم وحصير وما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم فما أغنق أنهم آليةهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما ذاتهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرار هي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن قاب عذاب آخرة مشهود وما نؤخره إلا لأجن معجود يوم يأتي لا تفلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وتعيد فأما الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير هم شريط قالدين فيها قادامة السماوات والأرض إلا ما عشاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما عشاء ربك أقراء غير مجلوس فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباهم من قبل وإن ناد وفهم نصيبهم غير منفوس ولقد عتينا موسى الكتاب فاخذف به ولولا كلفة سبط من ربك نقضي بينهم وإنه لفي شك منهم وريب وإن كل المال يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون قبير فاستقم كما أمرت ومن تعب معك ولا تطعو إنه بما تعملون فطير ولا ترطنوا إلى الذين ظلموا فتمثقوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ملا من صبور وأقم الصلاة طرقين نهار وزلقا من الليل إن الحفنات فلولا كان من القرون من قبل قلوب قيتي ينهو ناه الفتادي في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتفع الذين غلقوا ما أصرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلب القراج ظلقين وعجوا المصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ورحم أصرف ولذلك قلقهم تمنى ترمة ربك لعمل أن جهنم من الذين والناس أجمعين وكل نقص عليك من عنباء الرسل ما نسبت به فؤاد وجاء في هذه الحق ومعظة وذكر على المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عمل على مكان ذكم إنا عاملون وانتظروا إنا انتظرون ولله غيب السماع والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتبكت عليه وما ربك بغافل عما تعملون فلف لا نرى تلك عايات الكتاب المبين إنا نزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القطط بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبدي إني رأيت أحد عشر توقرهم الشمس والقمر رأيتم لي ساهدين قال يا بني لا تخصص رؤيك على إطلادك فيكيد لك فيد من الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأمير الأحاديث ويزنق نعمته عليك وعلى وعلى آلي عقوبك مع أدم ما على أبويك من قول إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للساهلين إذ قالوا ليوسف وأقو أحب إلى أبينا منا ونحن عطة إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلوا يوسف أبطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بابه قوما صالحين قال طرائل منهم لا تقلوا يوسف وأنقوه في غيابة الجب يمتقط بعض السيارة إن كنت صائدين قالوا يا أبانا ما لك لا تحمل على يوسف وإنا له لناطحون أرطلهم على وذي يرطع ويلحب وإنا له لحافظون قال إني ليحكمني أن تذروا به وأقاف أن يأكلهم الذجب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكلهم الذجب ونحن نسبة إنا آلذا لقاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا آلليه لتنبهنهم بأمرهم عذاهم لا يحرون وجاروا أباهم عشاء يرطون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبط ودركنا يوسف عند متائنا فأتل أذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين وجاروا على قميصه بدم كذب قال بل سورت لكم أنفسهم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجارت سيارة فأصلوا واردهم فأتل وهو قال يا بشرى هذا علام وأسره بضاعا والله عليهم بما يعلم واشروه بثمن ضغط ضاهم معدود في المكان فيه من الزاهدين وقال اللي اشتراء من مصر مغاته يفرني مصر عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وكذلك مبتنا ليسو في الأرض ولنعلمه من تأمير الأحاديث والله واردق على أمره ولكن أفتر الناس لا يعلمون ولما فلغى شده آتيناه حكمهم حكمهم وكذلك نزل محكمين ورابدت الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك قال ما عاد الله لإنه ربه أحسن مزايا إنه لا يفعل وغالق ولقد همت به وهم بها لولا الرعا رعان ربه كذلك لنطرف عنه السهوء والفحشاء إنه من عبادنا المقلطين واصطبق الباب وقد قميصه من دور وألف يا سيدها نحن الباب قال ما جزاءه من أراد بأهل بسوء إلا أن يستنعوا عذاب الأليم قال هي راوزتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فتذفت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الخاتقين فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرضا وستغفري لذنبك إنك كنت من الخاصلين وقال نفرة في المدينة مرأة العزيز صرافل فتاء عن نفسه قد شرف فآه فإن على نراه في ظلال مبين فلما سمعت بمكره إن أرسلت إليه إن وأعزلت لهن مصفأ آتت كل واحدة منهن ستين وقال يخرج عليهم فلما رأيناه أفضرناه وقطع عيديهن وكل هاش لله مع آزاب إن هذا إلا ملك كريم قال فذلك الذي لمت مني فيه ولقد رابت عن نفسه فاستعقم ولئن لم يفعل ما آره ليزرم وليكون من الصاغرين قال رج السر أحمق إلي مما يبعون ني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أطف إليهن وأطف من الجاهلين فاستجاب لو رفه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأه الآيات ليزرونه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعطر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق أتي خذ لن تأكل الصير منه نبئنا بتأميره إنا نراك من المحجنين قال لا يأتي كما قار من ترزقانه إلا نبأتكما بتأميره قبل أن يأتي أصمع ذلكما مما علمني ربي إني ثرفت من لفا قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واستبعتم إبراهيم وإصحاق ويعقول ما كان لنا أن يشرك بالله من شيء ذلك من فض الله علينا وعالنا ولكن الناس لا يشكرون يا صاحب يسريني أأرضاهم متفجقون خير أم الله الواحد صحا ما تعبون من دونه إلا أسماء سميتم معا ثم آباؤكم ما نسل الله بيام سلطان إلي الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك تين القيم ولكن أكرا أنك لا يعلمون يا صاحب يسريني أما أحد أما فيصير الضر قمرا وأما الآخر فيصير فتأكل الضير من رأسه يقضي الأمر الذي فيه فالتبديان وقال للذي رن أنه ناجم من مصر ميع الترف فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بغاثلين وقال الملك إني أرى تبع بغاث تماني يأكل أن تبع تبع وتبع سنبل خضر وأخر يا بسار يا أيها ونأوتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعقلون قالوا غضوات أحلام ومعنم بتأميل أحلام بعالهين وقال الذين جاء منهما وذكر بعدهم أنا أنفلكم بتأميله فأرسلون يوسف أيها الصديق والثنا في سبيب قراب ثمان يأكلون سبع إلا كم تبعث ثلاث خر وأخر يا بسار لعلي أرجع لالنا لعلهم يعلمون قال تذرعون سبع سنين سأبا فما حسست فذروا في سم له إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عاب فيه وغاث الناس وفيه ثم يأتي من بعد ذلك صرح شداد ويأكل ما أقدم ثم لهم إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عاب فيه وغاث الناس وفيه يعطه وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع لربك فأسأل ما بالنصرة الله في قطعان أيديه إن ربي بكيده العليم قال ما خطر كن إراغ يوسف عن نفسه قلنا هاجة لله ما عجتنا عليه من نسوم قال في مرأة العزيز الآن حق فالحق أنا رابطه عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنو بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائدين